من هو ابن خلدون؟ هو ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد حيث ذكر ابن خلدون نسبه بهذا الشكل وقال لا أذكر من نسبي إلا خلدون غير هؤلاء العشرة كما يتصل نسبه إلى الصحابي وائل بن حجر الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط له رداءه وأجلسه ودعا له لم يتافق العلماء على أصل ابن خلدون بل اتخذوا في ذلك مذهبين الأول منهما يرى أنه عربي الأصل ويمثله ساطع الحصري أما الفريق الثاني فيمثله طه حسين ومحمد عبد الله عنان حيث يرى يان ومن معهما أن أصل ابن خلدون بربري إلا أن ما لا شك فيه عراقة نسبه وعلو شأن قومه وارتفاع منزلتهم لا سيما بعد أن استقروا في مدينة الأندلس حيث تسلموا مناصب مرموقة في الدولة وحافظوا على مكانتهم فتنقلوا ما بين رئاسة علمية وأخرى سلطانية فخرج منهم العالم والأذب والمؤرخ والاجتماعي والحكيم وكان لابن خلدون نصيب من الرئاستين معا فهو الذي كان واليا لقضاء المالكية في مصر حيث عرف عنه الزهد والانقطاع عن السياسة في آخر أيام حياته ومجالسة أصحاب العلم ولد ابن خلدون في تونس في شهر رمضان من سنة 732 هجري وامتازت الفترة التي نشأ فيها ابن خلدون بانتشار العلم ووفرة الأدب لا سيما أنه تلقى فن الأدب عن والده كما أنه التحق بمجالس العلم التي كانت تضم عدة علماء كبار كان منهم قاضي القضاة محمد بن عبد السلام والرئيس أبي محمد الحضرمي والعلامة الآبلي فما بلغ ابن خلدون سن العشرين حتى تميز بعلمه وأدبه وعرف بعبقريته فاستدعاه أبو محمد بن تافراكين إلى البلاط الملكي لكتابة العلامة عن السلطان أبي إسحاق وهي الحمد لله والشكر لله التي تكتب بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما بعدها سواء كانت مخاطبة أو مرسوم ومنذ ذلك بدأت حياة ابن خلدون السياسية في تونس بعد أن ول ابن تافراكين ابن خلدون أولى مهامه المتمثلة بكتابة العلامة في المراسيم ومخاطبة الصلاطين خرج مع السلطان أبي إسحاق لملاقات صاحب قصنطية الأمير أبي زيد فالتقى الجيشان وكانت النتيجة هزيمة جيش السلطان مما دفع ابن خلدون للسفر إلى المغرب وطلب المساعدة من السلطان أبي عنان صاحب تلمسان الذي رحب به وأكرمه وقدم له الحماية ودعاه إلى مجالس العلم كما ألزمه بشهود الصلوات معه ابن خلدون في المغرب شغل ابن خلدون في المغرب أكثر من منصب والذي يذكر منها ما يلي كتابة العلامة عن السلطان أبي عنان سنة 775 هجرية حيث اعتبرت المهمة الثانية من نوعها التي وكل بها ابن خلدون وهي الكتابة للسلطان أبي عنان حيث وكله بها لما عرفه عنه من مجالسته لأهل العلم في المجالس التي كان يحضرها إلا أنه لم يستمر في هذا المنصب لوقت طويل حيث عقب بالسجن سنة 756 هجري لاتهامه بأنه ساعد الأمير محمد لاسترجاع ملكه فمكث في السجن قرابة العامين إلى أن كتب قصيدة استعطف بها السلطان لإطلاق صراحه فكان لها أثر في نفس أبي عنان فوعده أن يفك أسره لكنه توفي قبل أن يفي بعهده من المهام التي قام بها ابن خلدون أيضا في المغرب والتي شغلها هي الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر والإنشاء سنة 760 هجري طلب السلطان أبو سالم ابن خلدون بعدما ساعده في استرداد ملكه للكتابة له وذلك لسعة علمه وبلاغته ومهاراته في كتابة رسائل الصلاطين والقدرة على نظم الشعر وإتقانه لفن الخطابة وغيرهما من فنون خطة المظالم وهي المهمة الثانية التي وكل بها ابن خلدون من قبل السلطان أبي سالم في أواخر عهده في المغرب حيث تقوم على القضاء بين الناس وإقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه وأشار ابن خلدون إلى أنه أعطى هذه المهمة حقها طيلة تسلمه إياها المهمة أيضا الحجابة لدى صاحب بجايا عمل ابن خلدون حاجبا لدى السلطان بجايا بن أبي عبد الله ويعتبر منصبه هذا الأول له في الأندلس ويعرف ابن خلدون الحجابة في المغرب فيقول الاستقلال بالدولة والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته حيث يعتبر الحاجب هو المسؤول عن شؤون الناس إذ يملك في يده زمام أمور الدولة كافة وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون صاحب هذه الوظيفة على قدر عال من العلم والثقافة والنباهة وقد اجتمعت هذه الصفات في ابن خلدون فكان مصدر ثقة للعديد من الصلاطين الذين استعانوا به لاسترجاع ملكهم الحجابة لدى صاحب قصنطية تسلم ابن خلدون الحجابة بقرار من السلطان أبي عباس بعد مقتل أمير بجايا وذلك لمساعدة ابن خلدون له في استعادة ملكه لكنه لم يمكث طويلا في هذا المنصب لكثرة استعانة الناس به عند السلطان شغل في السفارة استعمل سلطان المغرب عبد العزيز بن خلدون ليقوي علاقته مع أهل بلاد رياح فعينه سفيرا فيها لعلاقته الطيبة مع أهلها كما شغل سفيرا للسلطان أبي حمو في منطقة الدواودة أيضا ليوطد العلاقة بين أهلها والسلطان وبعد فترة انترك ابن خلدون الصفارة ثم خرج إلى أحياء أولاد عريف ومكث في قلعة أبي سلامة قرابة الأربعة أعوام تفرغ خلالها للكتابة فخرج بمقدمته المشهورة مع أجزاء من التاريخ في الأندلس طلب السلطان أبو عبد الله بن الأحمر من ابن خلدون أن يذهب إلى ملك قشتالة عام 765 هجري لإقامة الصلح بينهما فرحب به ملك قشتالة بشدة وطلب منه أن يبقى في قشتالة على أن يرد له ملك أجداده لكن ابن خلدون رفض ورجع إلى السلطان ابن الأحمر مبشرا إياه بأداء ما أرسله لأجله في مصر شغل ابن خلدون مناصب ومهمات عدة في مصر وفيما يلي ذكر لبعضها القضاء الخاص بالمالكية شغل ابن خلدون منصب قضاء المالكية حيث كان أولها سنة 786 هجري بأمر من الملك الظاهر برقوق إذ خوله لذلك ما كان يملكه من معارف وخبرات ثم أعيد تعينه بذات المنصب سنة 801 أما المرة الثانية فكانت بأمر من الملك السلطان فرج سنة 803 هجري فيما كانت الرابعة سنة 804 هجري أما المرة الخامسة فكانت سنة 807 هجري والتي لم تدم لأكثر من أربعة أشهر بسبب وفاته وظيفة التدريس عمل ابن خلدون في وظيفة التدريس في مصر في أماكن عدة حيث كانت بدايته مدرسا في جامع الأزهر ثم انتقل إلى مدينة القمحية بأمر من صلاح الدين بسبب وفاة بعض المدرسين فيها كما شغل وظيفة التدريس في مدرسة الظاهرية أو البرقوقية كما عمل كمدرس لمادة الحديث في مدرسة سرغة مش سنة 791 هجري وشغل منصب ولاية قنخاه بيبروس شغل هذا المنصب خلفا لشرف الدين الأشقر وذلك بعد عودته من آداء فردة الحج سنة 791 هجري بطلب من السلطان الظاهر لتوسيع رزقه تأثير تجاربه السياسية والحياتية على تفكيره وكتاباته النشأ ابن خلدون في بيئة زاخرة ومتنوعة فمنذ كان عمره عشرون عاما استطاع أن يشغل عدة وظائف كان منها كتابة السر وخطة المظالم كما شغل عدة مناصب فاختبر مناصب الوزارة والصفارة والخطاب والقضاء والحجاب والتدريس غير أنه جرب حياة القصور المرفهة وقسوة الاعتقال والسجن كما عاش في ظل تقلبات سياسية عديدة كان طرفا في بعضها وقد ساعد هذا التنوع ابن خلدون على اكتساب خبرة واسعة ومعرفة عميقة كان لهما الأثر في التكوين الفكري والثقافي لابن خلدون فخرج بكتابه المشهور باسم العبر في ديوان المبتدأ والخبر الذي ابتدأ فيه بمقدمته المعروفة لا سيما أنه تنقلف بين بلدان عدة في العالم الإسلامي وحدود أوروبا وكان من البلدان التي تنقل بينها تونس والقاهرة غرناط القدس دمشق فاس إشبيليا حيث كانت جميعها مدن زاخرة بالعلم والفنون في ذلك الحين كما أن العوامل التي ساعدت في فتح الآفاق حول تفكير ابن خلدون تواصله مع عدد من العلماء في مختلف الثقافات داخل العالم الإسلامي ومجالسته لهم وتبادل الآراء والأفكار فيما بينهم دعته إلى مواصلة القراءة ومطالعات العديد من الكتب المتوفرة في المكتبات العامة التي كانت متاحة في معظم المدن التي زارها بالإضافة إلى انقطاع ابن خلدون في قلعة ابن سلامة التي كانت سببا في تفرغه وصفاء ذهنه ودقة آرائه كما نفعته تلك الفترة الطويلة التي قضاها في مدينة القاهرة والتي استطاع خلالها أن يعيد ترتيب كتابه كتابة العبر وإضافة تاريخ المشرق له وأضاف إلى مقدمته معلومات مهمة جدا وساغى آراء حول طرق صلاح الأمم وتطويرها وناقش أسباب انهيارها تم تقسيم تم تقسيم مراحل حياته وفقا للعلماء فعلماء التاريخ قسموا المراحل التي عاشها العالم ابن خلدون إلى أربعة مراحل المرحلة الأولى تشير إلى أول عشرين عاما من عمر ابن خلدون حيث قضاها في مدينة تونس وهي المرحلة التي جمع فيها العلم وحفظ فيها القرآن حيث استغرق منه حفظه خمسة عشر عاما وتعلم خلالها القراءات وأحكام التجويد وامتدت هذه المرحلة منذ ولادته إلى سنة سبعمائة وواحد وخمسون المرحلة الثانية هي امتدت خمسة وعشرون عاما بدءا من سنة سبعمائة وواحد وخمسون وحتى عام سبعمائة وستة وسبعون هجري حيث تتسم هذه المرحلة بإشغال ابن خلدون لوظائف سياسية وديوانية عدة في المغرب وتونس والجزائر المرحلة الثالثة كتب ابن خلدون في هذه المرحلة كتابه المشهور العبر في المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر والذي يحتوي في قسمه الأول على المقدمة وامتدت منذ نهاية سنة سبعمائة وستة وسبعون هجري إلى سنة سبعمائة واربعة وثمانون هجري وتقسم هذه المرحلة إلى قسمين الأول الأولى قضاها في قلعة ابن سلامة والثانية في مدينة القاهرة المرحلة الرابعة امتدت هذه المرحلة أربعة وعشرون عاما وهي المرحلة التي اشتغل فيها ابن خلدون في وظائف التدريس والقضاء حيث قضاها في مصر منذ سنة سبعمائة واربعة وثمانون هجري إلى سنة ثمانمائة وثمانية هجري ترجمة نانسي قنقر